نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان تطبيقات نماذج التعليم على طريقة اليابانية في مصر يشارك في ورشة العمل ممثلون عن كل من لجنة القطاع بوزارة التعليم العالي كلية التربية ممثلون عن المدارس المصرية اليابانية والجمعية الدولية اليابانية التي تستهدف التعليم على الطريقة اليابانية يتستهدف الورشة كذلك تبادل الخبرات في تطبيق نماذج التعليم اليابانية في التعليم العالي والتعليم الأساسي في مصر وتمهيد الطريق لتعزيز الاستدامة في تنمية الموارد البشرية لنماذج التعليم اليابانية في مصر بالتعاون مع الجامعات والمجتمع الأكاديمي في كل من مصر واليابان في تعاون كبير بيننا وبين طبعا دولة اليابان وهي دولة متقدمة جدا تكنولوجيا والأهم من كده أن طبعا الجانب الياباني بيهتم بالقيم احنا عندنا تعاون على مستوى طبعا في تعاون بين جامعات مصرية وجامعات يابانية إنما طبعا الجامعة المصرية اليابانية هي أنشئت بشراكة كاملة بين حكومة مصر وحكومة اليابان في الإدارة في الحوكمة في التدريس حتى في المناك كان لغادي الوقت التعاون بينه وبين الجانب الياباني كان بالجانب المصري كان مقتصر على المدارسة المصرية اليابانية ولكن من أجل الاستدامة ومن أجل تطوير المشروع بتاعنا بدأنا أن نحن على أرض الواقع نأسس لإنشاء دبلوما داخل الجامعة المصرية اليابانية وده اللي يعتبر من مصادر سعادتي لأن حاسس أن المشروع مش قاصر بس على قطع واحد ألا وهو قطع التعليم الأساسي ولكن أيضا ينتشر أو يمتد إلى قطع التعليم العالي النهاردة اليوم يعتبر مهم جدا لأنه يعتبر ثمار للتعاون اللي بدأ في مصر من 2016 عن طريق إقامة المدارس المصرية اليابانية اللي ابتدت بعشر مدارس 15 ودلوقت يوصلوا إلى 51 مدرسة المفروض المشروع إن شاء الله حيبتدي يمتد في جميع أنحاء مصر والمدارس المصرية اليابانية حتبقى أساسية في التعاون وعلشان نكمل الخطوة دي كان من المهم جدا أن نحن نتقل إلى الخطوة المتقدمة ألا وهي إنشاء دبلوما لتدريس التوكاتسو أو الأنشطة الخاصة اليابانية داخل جامعاتنا كون إن إحنا بنفكر بشكل جاد إنه يبقى فيه حاجة رسمية أو برنامج رسمي وكورس رسمي وديبلوما للدراسة التعليم الياباني ده بيعدد وبيقوي الوجود المعلم القوي في المدارس المصرية واليابانية بل بالعكس مش بس في المدارس المصرية اليابانية فقط ولكن في نظام التعليم المصري بالكامل لأنه جزء أساسي من التعليم الياباني هو بناء شخصية الطفل وجعله شخصية قوية في المجتمع مشارك لها مساهم في تطويرها وبناءها